مهارة إكمال الجمل وفهم معناها غالبا ما تجد بعض الخيارات البعيدة عن الحل الصحيح اللي نسميها استراتيجية استبعاد بعض الخيارات البعيدة عن الحل الصحيح ثالثا إذا تعذر عليك فهم معنى الجملة املأ الفراغ بالاختيار ألف فإذا استقام لك المعنى فجرب باقي الخيارات في عجالك وإن لم يستقم لك فجرب باقي الخيارات رابعا الكثير من الجمل تجري مجرى الحكمة أو المثل خامسا هناك بعض التعبيرات التي تغير المعنى مثل غير أن إلا أن باستثناء مع أن على النقيد وآخر شيء أن أكثر الجمل تشتمل على ما يسمى مفتاح الإجابة وهو تعبيرات أو كلمات أو حروف تقربك من الإجابة ننتقل الآن للأسئلة هنقرأ الجملة الحج يلتقي فيه المسلمون تلبية لنداء الله بوحدانيته وعبادته ويتبادلون فيه نقاط كثيرة دينية ودنيوية الحج موسم فعلا قد يكون الإجابة هي الألف الحج مؤتمر لا الحج منتدى ليس منتدى الحج التجمع هذا ليس التجمع عادي نكمل في كلمة الثانية الحج موسم يلتقي فيه المسلمون تلبية لنداء الله بوحدانيته وعبادته ويتبادلون فيه مصالح كثيرة دينية ودنيوية المصالح الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر يشهدوا منافع لهم فعلا ألف هي هتكون هي الاختيار الصحيح ننتقل للسؤال الثاني طعنت إيش تضمي الجسد وطعنت إيش تضمي القلب هنا الجسد يتكلم عن الجسد وهنا يتكلم عن القلب طعنت الصديق تضمي الجسد طعنت السيف طعنت العدو طعنت القريب فعلا من الكلمة الأولى تنطبق الأربع لكن وطعنت إيش تضمي القلب لا لا تنطبق أبدا على با قد تكون ألف طعنة الصديق تدمي الجسد وطعنة العدو تدمي القلب لا العكس المفروض تكون العكس هنشوف جيم طعنة العدو تدمي الجسد صحيح وطعنة الصديق تدمي القلب صحيح إذا جاءت الطعنة من الصديق فهي أقوى وهي أشد ألم أخطار جيد خلافا لما يزعم الكثيرون بأن أهل الخليج نقط بالماضي ويهملون الحاضر فإن نقط الحضارية تفند تلك المزاع خلافا لما يزعم الكثيرون بأن أهل الخليج يحلمون بالماضي يعني المعنى ركيب شوية ما تنطبق يتشبثون معنى يتشبثون يعني يتمسكون بقوة واضح أنها تكون هي أبا يستهنون بالماضي لا مرفوضة جيم يفاخرون بالماضي قد يكون طب نشوف الكلمة الثانية ويهملون الحاضر فإن الحضارية فإن الطرق الحضارية لا ما تنطبقش على ألف فإن الشواهد الحضارية ما تنطبقش على دال فإن الشواهد الحضارية صحيح؟ نشوف المعنى كده الصحيح بعد تكملة الفراغات خلافا لما يزعم الكثيرون بأن أهل الخليج يتشبثون بالماضي ويهملون الحاضر فإن الشواهد الحضارية تفند تلك المزاعم فعلا با استقام معها المعنى ننتقل لهذا السؤال أرجو إيقاف الفيديو ثواني وبعدك نشوف الإجابات يعد الحليب فراغ أساسيا في النظام الغذائي والتغذية السليمة إحدى فراغ صحة المجتمع يعد الحليب وحدة أساسيا مش مستقيم المعنى فيها خالص شيئا لا طبعا شيئا أساسيا الشيء ده الحاجة المهملة القليلة جزءا أساسيا فعلا يعد الحليب جزءا أساسيا في النظام الغذائي والتغذية السليمة هي إحدى دعائم صحة المجتمع من حق الجاري على جاري أن فراغ إذا أصابه خير وأن فراغ إذا أصابه شر من حق الجاري على جاري أن يعينه إذا أصابه خير أن يمدحه إذا أصابه خير لكن طبق الأباء يزوره إذا أصابه خير يهنئه إذا أصابه خير واضح أننا أميل إلى دال لأنها فاقوة من حق الجاري على جاري أن يهنئه إذا أصابه خير وأن يواسيه إذا أصابه شر استقاب المعنى مع دال هي الإجابة الصحيحة الرجل قوي يعمل الرجل قوي يسكت لا الرجل القوي لا يسكت الرجل القوي ينام الرجل القوي يتمنى لا مش مستقيم معه المعنى تعالى نشوف ألف الرجل القوي يعمل صحيح والرجل الضعيف يتمنى استقام المعنى مع ألف طيب احنا قلنا ان بعض الجمل هي عبارة عن حكم أو أمثال الدين معروف طبعا ان الدين هو ايه همم بالليل صحيح وايه ومذلة بالنهار ان الدين همم بالليل ومذلة بالنهار نوقف الفيديو ثواني ونتقل لجابات من أراد فراغ بلا عيوب لن يجد صديقا وبتكلم هنا على ايه على الصداقة واختيار الصديق اكيد صحيح من أراد صديقا بلا عيوب لن يجد صديقا واحدا ألف تبطعا نشوف كده نجرب بها الخيارات من أراد أخا بلا عيوب لن يجد صديقا يصادقه لا مفاشن سجام من الكلمة الأولى والكلمة الثانية من أراد رفيقا الرفيق طبعا هو لا يختار إنما يكون فرد رفيق صفر أو رفيق طريق لا من أراد معلما بلا عيوب برضو الاختيار للمعلم من أراد صديقا بلا عيوب لن يجد صديقا واحدا ننتقل لهذه العبارة الجميلة الإنسان الحقيقي فراغ وطنه ويعمل على فراغ وتقدمه الإنسان الحقيقي يحارب وطنه لا الإنسان الحقيقي يحب وطنه الإنسان الحقيقي يقدر وطنه طبعا الحب أقوى من التقدير الإنسان الحقيقي ينم وطنه الإنسان الحقيقي يحب وطنه ويعمل على رفعته وتقدمه فعلا أختار باع نوقف الفيديو ثواني نشوف السؤال وبعد كده ننتقل إلى الإجابات تستخدم البصمات في التعرف عن الهاربين من مواجهة فراغ مهما بلغت مهارتهم في فراغ تستخدم البصمات في التعرف عن الهاربين من مواجهة القضاء الشرطة العدالة المدارس لا المدارس لا والف لا يبا إذن نختار عندي بين با ودين تستخدم البصمات في التعرف عن الهاربين من مواجهة العدالة أقوى مهما بلغت مهارتهم في التنكر ستكون هي الإجابة الصحيحة فرض الله فراغ على الأغنياء لصالح الفقراء ليتحقق فراغ الاجتماعي يتكلم هنا على فرض هل الصدقة فرض؟ لا الصدقة ليس فرض نستبعيد بعض الخيارات البعيدة عن الحل الصحيح فرض الله الصيام أو الزكاة فرض الله الصيام على الأغنياء لصالح الفقراء ليتحقق الوفاق الاجتماعي كلمة الاجتماعي دائما تأتي مع كلمة التكافل صحيح فرض الله الزكاة على الأغنياء لصالح الفقراء ليتحقق التكافل الاجتماعي واختار جيم فراغ هو شخص تريه نصف الكوب فراغ فيريد نصفه الفارغ هو يريد نصفه الفارغ يعني هذا الشخص شخص سلبي شخص متشائم فعلا المتفائل لا المرح لا جيم وذال الحاقة هو شخص تريه نصف الكوب المكسور فيريد نصفه الفارغ المتشائم هو شخص تريه نصف الكوب المملوء فيريد نصفه الفارغ فعلا دال هي الإجابة الصحيحة نلتقي ان شاء الله في المحاضرة الخامسة شكرا والسلام عليكم